تحظى الكولة والتي يطلق عليها عادة اسم جورو باللغة العربية بشعبية كبيرة بين بعض المجتمعات فمنذ فجر التاريخ هناك نوعان من الكولة الأحمر والأبيض وفي الشوارع والأسواق المختلفة يكثر الناس الذين يتناولون هذه الثمار دون أن يعرفوا فضائلها أو مصدرها بذور الكولة أي القورو هي ثمرة شجرة الكولة موطنها الغابات الاستوائية الافريقية بذور الكولة هي بذرة زيتية تحمل قيمة رمزية وقد استخدمها سكان غرب افريقيا لعدة قرون لخصائصها المنشطة فضلا عن فضائلها الطبية كما إنه موجود في بعض الاحتفالات حيث يتم تقديمه كجزء من العادات والتقاليد المتعارف عليها وخاصة في الزواج هذه الكولة مهمة لصحة الرجال تناولها ثلاث مرات يوميا وأيضا للمرأة الحائض كما يوضح خبير التغذية رتنان أرسين الذي أفاد بأن الكولة تستخدم غالبا في تحضير المشروبات الغازية والشاي وكذلك في الصراعة الأدوية والمأكلات الغذائية خارج إفريقيا حيث يتم استخدام جوز الكولة بشكل أساسي كعنصر في بعض الأطعمة والمشروبات لمنحها نكهة منعشة تقضي على الجوع والتوقف عن الإفراط في الأكل ويسهل عملية الهضم ويهدئ الأسهال والانتفاخ ويساعد على تنظيم الجهاز الهضمي ويوفر الراحة الفعالة كما تعزز علاج أمراض النساء مثل تكيسات المبيض والأورام الليفية وأورام حميدة غير سرطانية وكذا انسداد الأنابيب وألام الدورة الشهرية وتعتبر الكولة الصغيرة من المنشطات الجنسية الطبيعية المعترف بها خاصة عند الرجال إذ تعالج الكولة أيضا الإضطرابات الجنسية لدى الرجال والغياب التام للحيوانات المنوية في السائل المنوي وكذا الضعف الجنسي وسرعة القذف هذا وقد انتشرت زراعة أشجار الكولة من مناطقها الأصلية إلى مناطق مختلفة حيث انتشرت زراعة أشجار الكولة من نيجيريا في اتجاه الكاميرون والكونغو عام 1900 وقبل حلول عام 1908 تعصلت زراعة أشجار هذا النوع في نيجيريا كما انتشرت زراعة الأشجار أيضا في اتجاه الغرب حتى غامبيا وغينيا وقبل حلول منتصف القرن العشرين انتشرت زراعة الأشجار من مناطق نشأتها في الغرب إلى الجنوب عند حدود السينينغال مع غامبيا عام 2015 أما من جانب الأهمية الاقتصادية فقد تحتل ثمار الكولة أي القورو منزلة خاصة في حياة سكان غرب إفريقيا ووسطها حيث تمضغ الثمار كملطف أو مسكن أو مخدر كما كانت مصدر دخلي لكثير من الأشخاص في العاصمة جمينة وكثير من مدن البلاد ويتجاوز سعر حبة الكولة أي القورو بعشرة ريال وعشر ريال وفي بعض مدن البلاد تصل إلى خمسين أو مئة ريال وتستخدم الكولة أي القورو كغذاء يومي في بعض الدول العالم وكذلك كمصدر للطاقة خاصة للعمال الذين يؤدون أعمال شاقة فهي تستخدم أيضا في المناسبات الدينية مثل الزواج كما يصنع منها مشروب منعش عن طريق غلي مسحوق البذور في الماء كما يصنع منها بعض المشروبات مثل كوكاكولا والبيبسي كولا ونبيذ الكولا كما تدخل في عدد الشوكولا وهو نوع من الشوكولاتة يحتوي على مسحوق الكاكاو والكولا المخلوطة في زبدة الكاكاو وتعد البذور مصدرا لبعض القلويدات مثل الكافين التي تدخل في صناعة بعض الأدوية ويستخدم قلف الشجرة في معاملة الأورام والجروح الحديثة كما تمضغ الجذور بغية تنظيف الأسنان ويستخرج منها مواد لتقوية اللثة ترجمة نانسي قنقر